موسيقى الطبق فنون وسرنا ماراتون احذر التقليد يقدم لكم هذا البرنامج برعاية مشاهدين الكرام مساؤكم سعيد اهلا وسهلا بكم معنا في هذا العدد الجديد من برنامجكم الرياضي هذا البرنامج الذي سنخصص حلقة هذا اليوم للحديث عن ما جرى امس في مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان في نصف نهائي كأس الكاف وما سبقه من تجاوزات من طرف النادي المغربي الذي دخل الى الجزائر باقمصة تحمل خريطة وهمية تحمل خريطة المغرب الى جانب خريطة الصحراء الغربية المحتلة النادي المغربي رفض امس لعب المباراة بدون الاقمصة التي تحمل الخريطة الوهمية على الرغم من ان كل الهيئات الدولية والقارية تمنع وجود اي شعارات او خرائط سياسية كل هذا واكثر سنخوض فيه رفقة محلل القناة حسين جناد حسين اهلا بك اهلا وسهلا شكرا ومرحبا شكرا لك حسين الله يبارك فيكم اليوم بإذن الله ستتحدث لنا بطريقة جيد ان شاء الله ستثري لنا النقاش ان شاء الله ان شاء الله نحاول وقدر الإمكان نكون في المستوى ان شاء الله ان شاء الله نتمنى ونجوز حصة مثيرة شكرا لك حسين حسين رغم الاستقبال المميز من طرف السلطات العرية الجزائرية في مطار هواري بومديون بمطار هواري بومديون الا ان هذا النادي اتى الى الجزائر من اجل افتعال المشاكل من اجل احداث ازمة بمحاولة اللعب بقميص يحمل خريطة وهمية لا تعترف بها الهيئات الدولية ما الذي اراد هذا النادي فعله من هذا ما هي الغاية من قدومه الى الجزائر بهذه الخريطة وما ورائه شوف هذه اللخصها في جملة واحدة او في كلمة واحدة هذه تشويش على الجزائر ما عندهش تفسير اخر لماذا لان النادي اليوم لو نحملوا النادي المسئولية كان مسئولين مسئولين هما اللي داروا هذا الشي وهما اللي يخموا لها مبعيد يعني يخموا لها مقبل عند دخول نظام المجموعات لان ما قبل الفريق هذا ما كانش يلعب بهذا القميص ولكن هما عارفوا بانه ممكن جدا راح يتلاقاه مع فريق جزائري ولما يتلاقوا مع فريق جزائري كان يقى ذهابا وإيابا كانوا دانين في حسبهم بانهم راحين يلعبوا بهذا الخريطة بهذا القميص ولكن يعني نظن بانه تفكير تع واحد يعني تصبحوني عن الكلمات تع واحد غبي لانه ما تديرش في بالك بالك بالبلاد اللي راك ماشي لي ما كاش ناس اللي يفتشوا اللي يفتشوا ولا يشوفوا هذا الأمور يعني ما تشوفش باللي كما تتصرف في بلادك قادر تتصرف في بلدان غير لا في بلدان الناس يجب تحتارم هذه البلدان اللي راك ماشي عندها ولكن للأسف كما تعرفوا يعني كين مسؤول المسؤول راو يعرفوا العام الخاص اللي راو اليوم يرأس الجامعة الملكية المغربية لقجب بكل صراحة طبعا هو هو المسؤول على كل ما حدث لأنه يعني يكون صراحة لعبة مقابلات من قبل بين أندية جزائرية وأندية مغربية فزنا عليهم فزوا علينا كان الاستقبال دائما يكون في المستوى سواء نحن نستقبلهم في المستوى هم يستقبلون في المستوى موسم الباضي كانت أمام الجيش الملكي لم تكن هكذا نعم وأمام الويداد البيضاوي وأمام الراجع من قبله يعني كين فرقة وفرقة يعني فرقة كبيرة لأن اليوم لما نتحدثوا على فريق بركان نحضة بركان فريق نحضة بركان موش فريق الكبير لأنه فريق اللي عنده 86 سنة مليت أسس عمره ما فاز باللاقب 80 سنة مدىش لقب حتى جاء الرئيس تاعه أصبح هو رئيس الكاف في 2017 مش بديكوز بالألقاب لأنه فاز هو الألقاب التاعوقع عنده ثلث مرات فاز بكاس العرش 2018 و2022 وفاز بكاس الكاف مرتين والسوبر الإفريقي مرة هذا يثبت الخطط الخبيثة التي يقوم بها بما أنه نادي 86 سنة ما تحصل حتى على شيء 80 سنة ما تحصل على أي لقب لما صبح رئيسه في هذه الست سنوات الأخيرة عضو في الكاف فاز بست ألقاب اليوم نحن نعرفه في المغرب كائن فرق كبيرة كائن الرجاء البيضاوي كائن الويدات كائن الجيش الملاكي كائن فرق كبيرة بجماهيرها بألقابها بكل شيء كرئيس الجامعة المغربية شتنا بين هذا وذاك شتنا بين اتحاد العاصمة ونضط بركان طبعا يعني اتحاد الجزائر هو معروف الفوت سميه 37 أنا قلت أمس يعني قلت من اليوم نسميه اتحاد الجزائر بس يدوش نقول العاصمة يعني يمثل الجزائر يمثل الجزائر وهذا من الغباءة تاع رئيس الجامعة الملكية المغربية من الغباءة تاعه أنه كان يعتقد بأنه ربما بهذا الحيلة اللي دارها قادر المقابلة ما التلعب شو قادر الجمهور ينقلب وتحدث فتنة وتحدث فوضاء ولكن الشيء اللي حدث نحن نقول له شكرا لأنك وحدت كل الجزائريين ووحدت كل الأندية أيضا كل الجزائرين أنا نقول لك الجزائرين بصفة عامة لأنني أنا أمس كنت جاي من البليدة للعاصمة كنت نشوف يعني السيارات اللي كانوا والأنصار اللي كانوا جايين أنا عمري ما شفت يعني أنصار ناس جمهور جايب هذه الكثفة اللي جايين من الولايات تاع الغرب جايين للعاصمة باش ينصروا اتحاد العاصمة تشوف الطريق السيار شرق غرب يعني شيء شيء ما صدقتش عن هذا الجمهور وينما شيء وفي نهاية المطاف كنا شفنا يعني الملعب كيفاش كان مكتظ عن آخره نهيك عن الأندية والجمهور تسمح لي الجمهور اللي كان خارج الملعب كان يعني كثر من اللي كان في الملعب وخلينا هذا التضامن تاع الأندية يعني كلهم مقفوا مع اتحاد العاصمة أنا نقول هذا يعني هذا رئيس الجامعة الملكية المغربية في القدم أنك يعني بالشيء اللي درتوا وحدت الجزائريين أكثر فأكثر وأصبحوا كلهم اليوم كرجل واحد خلف هذا الفريق لأنهم يعرفوا بأن الشيء اللي درتون ته منافي للأخلاق ومنافي للرياضة ومنافي لكل شيء حسين هل كنت تتوقع هذا السيناريو من طرف نهضة بركان وهذا الذي يقف وراءهم المدعو هو شوف هو يعتقد بأنهم مدامه وراء عضوه فعال في الكاف يعتقد بأنه يعني كي دير هذا الشيء إحنا رح نخافوا منهم رح نخافوا منه وخافوا من الكاف وربما بتعاقبنا ولكن دير في بالك بأن الجزائر الجزائر والجزائري بسيفة عامة ما تخوفوا للكاف ولا ذي مجرد لعباء ما قام به إلا زوبعة في فجان زوبعة في فجان نخسره كورت قدم نخسره لعقب قارة نخسره يعني عادي جدا ما تطلع ما تزيد ما تنقص عدنا وعلى هذا نقول لك بأنه ارتكب خطأ لما قام بهذا الفعل هذا وتعرف بأن نقول لك هذا الإنسان حاقد على الجزائر أنا نعرف مسؤولين قلبه مريض على الجزائر قلبه مريض على الجزائر أنا نعرف ناس يعني يكونوا صراحة اليوم يكون صراحة معك أنا نعرف ناس حتى في الجميع الملكية المغربية كورت القدم نعرف نعرف مسؤولين نعرف أنصار والله ما عندهم أذى الحقد اللي عندهم الشخص أنا ربما رح نفاجأك لو نقول لك بأن البارح كانوا ماشيين يعني في المطار كنت نشوف في الفيسبوك نشوف الصور اللي كانوا ينشرهم في الفيسبوك نشوف رئيس الوفد نعرفه نعرفه شخصيا يعني صديق رئيس الوفد نعرفه شخصيا نعرفه ناس يعني طيبين ولكن هذا الشخص بحكم المسؤولية اللي عنده استطاع باش يفرض عليهم مسير وليس مخير طبعا يطلب هذاك الأمر ما تقومش ترحي لأنه أنا متأكد باللي حتى اللعبين انت على فريق نظر بركان البارح معجبهمش الحال ما كانوش راضيين لأنهم جاوا للجزائر حبوا يلعبوا مقابلة حبين يعني أدوا لقاء استعراضي الناس تشوف كورت قدم يعني باش يروحوا بعيد في هذه المنافسة قادرين يزدودوا لقب ثالث في هذه المنافسة ماذا بهم يلعبوا ولكن باش يجيب المغرب بين حق الله ناوش حالي مقعد لنا ووجهة الباطل ومعدي أخرج بذلك الطريقة أنا متأكد بأن حتى اللعبين هذوك ما كانوش راضيين على الشيء اللي داروا هذا المسؤول واللي للأسف راهوا عضو فعال في الكاف وراهوا حتى في المكتب التنفيذي للفيفا حسين ما موقف القوانين الدولية لكرة القدم بخصوص هذا الشعارات وما فعلوا نهضة بركان يهي القوانين واضحة يمنعوا من عن باتن باش تدير هذه الشعارات على الأقمصة لكن كي قام بهذا الأمر يعني السيد راه تاكل كما نقوله باللغة العامية ما عنده ميت شوف شوف هذا السيد هذا أنا نقول لك حاجة إلى تذكره نهائي 2019 في رابطات أبطال إفريقيا بين التارجي التونسي والويداد البيضاوي المغربي لما التارجي سجلوا هدف وكان احتسبوا وكان الويداد سجلوا هدف اللي كان على ما تقدره رفضوا الحكم السينيغالي جبري كامارا الحكم المساعد كان يرفض هذا الهدف بيدعي التسلل وعطاوهم ضمانات قال لهم خرجوا الفريق الويداد البيضاوي في نهاية رابطات أبطال إفريقيا خرجوا من الملعب وعطاوهم ضمانات وقال لهم مكاش مشكل ولكن في نهاية المعطاف ماذا حدث أن الويداد البيضاوي ندموا اللي خرجوا في ذيك المقابلة لأنهم كانوا يكملوا وكانوا قادرين يربحوا لأن القضية بعد وصلت للطاس الفيفا وشكون اللي ادى الحق الويداد البيضاوي أنهم ندموا اللي تصرفوا ذاك تصرفوا وأنهم خرجوا من الملعب اليوم ما تقوليش بأنهم اليوم عندهم حق اليوم ما زل ما شفناه ما شفناه ولو ما شفناش اليوم قرارة على الكاف ما زل ما شفناش قرارة على التاس لأن اليوم اتحاد العاصمة ما من حقهم لما إذا كان القرار اللي راح يتخذوا الكاف ما وش في صالحهم يمشوا للتاس من حقهم يمشوا للتاس الحكمة الرياضية الدولية حسين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على الرغم من علمه بكل القوانين وبكل القوانين التي سنتها الفيفا في كرة القدم إلا أنه الأمس منح الترخيص لنهضة بركان بالدخول للملعب بالخريطة يعني كيف للكاف أن تضرب بكل القوانين الدولية عرض الحائط؟ شوف يضربوا عرض الحائط لأن هذه الناس الذين يجتمعوا أكيد هذا الشخص هو الذي يقرر شكونهما الذين يكونوا في هذه اللجنة أكيد هو الذي قرر وهو الذي أعطاهم تعليمات وقال لهم ليس تديره لأنه على ما أقول لك هذا الشخص رغم أنه مثقف وعنده مستوى ولكن ما سوى الغباء؟ أنت في 2021 لهائك أس الكاف بين شبيبة القبائل والراجال البيضاوي المغربي أيضا شبيبة القبائل كانوا رح يديروا الشعار على القبيس نفس الكاف منعت شبيبة القبائل وقانونهم ممنوع كيفاش أنت اليوم شبيبة القبائل لما تدير شعار تقول لهم ممنوع وانتهى فريقك تقول لهم ما تديروا هذا الشعار يسمع لكم القانون أي قانون أعطونا وش من المادة اللي يراكم بتسيروا بها الكاف يزيد لك حاجة اليوم باش تشوف بأنه عفسع القوانين هذا الشخص أنا أنا أقول هذا الشخص أننا نوجه لهم هذا فوز فوزي لقد شاء عفسع القوانين كين تظاهرة أكبر من كأس العالم من نهاية كأس العالم ما كاش اليوم إذا حبيت أنت تدير إشار لهذا الخريطة تاعك وانيش ما ترتشف القبائل يستعلمون تخب الوطني تاعك لما لعب كأس العالم في قطر 2022 كنت تديرها هو اليوم رأو عارف بأنه رأو غالط اليوم إذا تدفع أنت على هذه الخريطة وتجي باش تظهرها في الجزائر كين الفيفا يعني كأس العالم كما تعرفون 2030 رايحة تنظم مناصفة بين البرتغال إسبانيا والمغرب اليوم داروا واحد يعني تميمة هكذا يعني مجسم هما المهم داروا واحد الإعلان الفيفا داروه وداروا الخرائط التحذ الدول الثلاثة والأماكن ربما التي ستلعب فيها المباراة نعم داروا خرائط أنا ما أهمنيش الأماكن ونحن تلعب داروا خريطة إسبانيا خريطة تاع البرتغال وخريطة تاع المغرب فالخريطة تاع المغرب الصحراء الغربية غير موجودة هل احتجوا ومشو مثلا وراحوا للفيفا وقال لهم عليش درتوا أن هذه الخريطة هذي ما يشتعنا ما يقدرش يحتاج علشاني يقول لك الغارض من وراء هذه الخريطة هو التشويش على الجزائر وحابين باش يفرم المنطقة تاعه على الجزائر مثل ما حدث في الشان قال لك إذا ما نجوش في الطائرة نتعنا خطوط الملكية المغربية نعم لارام قال لك إذا ما نجوش في الارام ما نجوش للجزائر لكن هيهات هيهات مثلهم قالوا جي ما جيش الله يسأل عليه إحنا يا كاين مبدأ أن الخطوط الجوية الملكية المغربية ما يدخلش للجزائر وفي نهاية المعطاف ما جوش شكو اللي يخسر في نهاية المعطاف فهنحنا اللي يخسرين وما اللي يخسرين نفس الشيء هذا المرة كان يعتقد بأنه راح يخوفنا وفي نهاية المعطاف راح نردخول المعطالة بتاعه ولكننا نقوله بأنه صارت لك مرتين ما سيش تعاودها المرة الثالثة لأنه اللي عاودتها راح تخسر كما خسرت في اللوية الثالثة حسين أكبر مثال المنتخب المغربي اللي أقل من 17 سنة هنا في الجزائر طبعا آتى الآن يلعب استقبله الجزائر أحسن استقبال يلعب بدون أي ضغوطات أي مشاكل حكام ربما كما قلت مغاربة أولا في الجزائر مغاربة أولا في الجزائر كل شيء عادي لا شيء لا حدثت أي بلبلة عنين قلت الآن هذا آتى من أجل إحداث بلبلة إحداث مشاكل زعزعت الاستقرار بكل بساطة هذا ما كان ولكن ما قدرش ما قدرش لأنه للأسف لو كان كنت قادر أنت باش تدير هذا الشيء صارت من قبل أنا أعطيك مثال في 2000 الكنفيدرالية الأفريقية لكورتاليد في 2022 منحوا المغرب تنظيم نهائية كاسفريقيا للأمم تعكورتاليد ماذا يديروه في المغرب المغرب كانوا رح نديروها في مدينة العيون المحتلة كانوا رح ننظموها في مدينة العيون الجزائر كنا رح ننشاركوا في كاسفريقيا للأمم المغرب ولكن لما عرفوا تعنا بأننا رح ننظم في ذلك المكان انسحبوا قال لك احنا ما نشاركوش بعد ذلك ماذا حدث الاتحاد الافريقي لكورتاليد اطلب من المغرب أنهم ما ينظموهاش في ذلك المدينة يختاروا مدينة أخرى هما أصروا على تنظيمها في مدينة العيون سحبوها منهم وعطوها لمصر مش درت انت مش تقدر موش قدر يدير مثلا علش ما قدرتش تتمسك ودير هذا إذا كانت قضيتك يعني حقيقية حقيقية نزيد لك حاجة هذه المرة مثلا فوتصال يخدروا ها في المغرب بارح لعبون نهائي وكان حاضر رئيس الفيفا هنا وعليش درتها في الرباط علش ما درتهاش في العيون معلش ما درتهاش في العيون لنما يخلوكش تديرها في العيون كأس العالم نتحداك روح انت يا برمج دير الملعب بتاع العيون هم يدفعون عنها فقط في مواقع التواصل الاجتماعي دفع خلينا مواقع التواصل الاجتماعي الجزائر ما رايش موقع التعواصل الاجتماعي الجزائر رايبالد رايقر راي عدم تحدث لك عن الدولة المغربية هما وشي قصدو ولكن هاي هات كما قلت ما يقدرواش يديروا هذا الشي حسين ما الذي يمتلكه فوزي لقجع على باتريس موتسيبي لكي يضع يعني يده على رأسي ويقولوا أنا الذي أحكم بأحكامي ما الذي يملكه عليه والله يقدر يحكم عليها يحكم عليها أمور يقدروا يعني يعني يقدروا هذو تعرف هذو مع الشاش الفساد فيهم طبعا الفساد وزيد هذا المسؤولين تعال كوفيدرال إفريقيا كورتقادم أغلبية الوقت انتحهم يعدوا في المغرب يعدوا في المناطق السياحية يعني يقدروا حكمين عليهم أمور كما يقولوا حكمين هم اللي يدليت وجههم يعني ما يقدرش يقول لا واش يقولوا له دير دير أنا أعطيك مثال آخر نعطيك مثال آخر كأس إفريقيا للأمم 2025 نذكروا كلنا نذكروا لما الجزائر قدمت ميلفتر الشحة حنا قدمنا الميلفتر قبل من المغرب حنا الملاعب وجدين كل شي وجد المغرب لحد الساعة الملاعب تحهمهم مش وجدين ملعب مولاي عبدالله فربا طريبوه رأوا مكسر مازل ما وجدك ملعب طنجة نفس الشي ما كاش اليوم المغرب لليوم كين ملاعب ما عندهاش ما عندهاش ملاعب إذا تذكروا اللجنة اللي خرجت باش تشوفوا الملاعب لما مشت الملاعب التوعنا احنا اللي ترشحوا باش ينظموا كاس لأفريقيا 2025 أكرامكم والله المراحيض المراحيض مشوا ليهم وديروا عليهم ملاحظات صح ولا ماشي صح ورأوا هم في تلفزيو يمشي للمرحاض وديروا عليهم ملاحظة ويقولوا ما دي علاش حق ذا واذي علاش ما يشي هاقدر انت يا هذي اللجنة لما مشت المغرب ما لقاتش ملاعب خلاص ما لقاتش راح تملعب ملاعب دلاه ما كاش على اي اساس ما منحلهم الرؤية منحلوا كاس لأفريقيا للأمم منحل المغرب ومنحاش الجزائر كيفاش أنا الملعب وجد كل شي وجد كل شي وجد جيهنا دي جان هار اللي نظمنا الشان حتى هما المسؤولين تعال كاف كان يقول لك بللي الجزائر واش ده باش نظم كاس لأفريقيا 2025 بشاهدة الفيفا بشاهدة الجميع حاجة ما تخص أنا يقول لك اللجنة كي جات يروحوا للمراحل يروحوا للباب يقول لك الباب هذا ما ينغلقش هكذا وينغلق هكذا يعني ديروا لنا واحد الملاحظات تعجب بينما كي مشت هذي اللجنة للمغرب حوسوا على ملاعب اللي راه يدارتهم المغرب باش يحتاضنوا كاس فريقيا لأوبا ملقاوش هذي الملاعب ومع ذلك اعطوها للمغرب يعني تشو بي أنهن الكاف الافريقية لكورث القدم والأعضاء هذو اللي راههم مسيطرين عليهم واللي راه منفذوا الأوامر فقط ما تستنى هم يقدموا حتى شيل كورث القدم الافريقية نعطيك مثال آخر قبل هذا الدور تدربوا عن نهائي النهضة بركان العاب مع ابو سليم الليبي شتوش صرا في ذيك المقابلة كارثة ظلم تحكيمي ما بعد الظلم انت في الشوطة الثانية تزيد 15 دقيقة 15 دقيقة كاملة تزيدها في الشوط يستنى حتى نهضة بركان يسجلوا باش يصفر رافا الأغرب من ذلك رئيس الاتحاد الليبي لكورث القدم راهوا علوا في المكتب التنفيذي للكاف وش قدر يدير وش قدر ما دار حتى شي ما دفع على فريقه هذا اللي تاعه وفريقه هو اللي يشرف عليه ما دفع حتى على شي ما دفعش على مصالح بلاده كيفاش نستنى اليوم احنا اعضاء في الكاف منهم هذا عبدالحكين شلماني هذا الليبي نستنى هنا اليوم يدفع على مصالح الجزائر هو ما دفعش على مصالح فريقه فريقه اللي تظلم في الربع النهائية ما من هذا المركان يعني تشوف هنا بأن حتى الاعضاء هذو اللي يرام في الكاف ما يديرو حبر على ورقه مجرد حبر على أسماء والفو والفو التنقلات يديو هذو المينح هذو اللي بريم يديو دراهم ورحم مجرد الصرف يعني الآن أصبحت ألعوبة في يد فوزي لقجة لا حسيب لا رقيب عليها من سيحاسب هذا الشخص من سيحاسب أين رد الهيئات الدولية على هذا الشخص والله شو من المفروض من المفروض كل بلد وشخصيته اليوم ما جيش أنا كما يقول لك أنا تفرض علي المنطقة التعك في بلادي اليوم كورت القادم احنا قلنا بأنها لعبة وتبقى مجرد لعبة أنا إذا تركعني على جهة اللعبة أنا ما نركعش أنا ما ركع لكش على جهة اللعبة يا أخي طبق القوانين طبق غدوة الجزائر لو مثلا نساحبوا احنا من هذا الدور نساحبوا منتخبنا الوطني كاي دورة جاية مثلا نساحبوا منها وش رح ننظروا احنا لا بالعكس ما رح ننظروا احنا نظمنا الشان الجزائر الشان صرفت عليها أموال لو كان ما نظمتش الشان اسكت الجزائر رح تنظر بالعكس احنا اليوم عاوننا هذه الهيئة عاونناها من أجل ارتفاع بكورة قادم الإفريقية خزمة اللي كورة القادم الإفريقية الجزائر لما قبلت باش تنظم الشان شفته ملعب عن نبا كيفاش يعني في اللول قال لك ما يقدرش يحتضر ولكن الدولة الجزائرية لما وقفت وقالت يلزم يكون جاهز يكون جاهز كانت الخدمة 24 ساعة على 24 ساعة وكان جاهز حتى أصبح لدينا فائض في الملاعب حسين طبعا اليوم هذا في مصلحة من كله خدمة لكورة القادم الإفريقية للرياضة الإفريقية اليوم اذا احنا منشاركوش ماش احنا اللي خاسرين الكافية اللي خاسر خسرت بلد بحجم الجزائر خسرت بلد بحجم الجزائر بلد قارة تخسره انت تخسر بلد بلد يعني لأجل عيون فوزي لخجع اه مستحيل اليوم هم معناهم يفكروا ألف مرة باش ياخذوا قرار قرارات ضد الجزائر شكرا لك حسين قبل أن نعود لهذا نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود مشاهدين ذلك كرام فاصل قصير ثم نعود الطبق فنون وسرنا ماراتون احذر التقليد عدخاص تيتشري باكي ويفو صوفت التعشرين عندك 4000 فات باطل مشاهدين الكرام عدنا إليكم من جديد مع ضيفنا الكريم حسين جند حسين اتحاد العاصمة لجأ للمحكمة الرياضية الدولية التاس وأظن أن هذه المحكمة لا يظلم فيها أحد على ما أعتقد هل تعتقد أنها ستقضي لاتحاد العاصمة يعني ب النجاح لا هو ما زال هو ما زال هو الآن استنعوا القرار أنه ستأخذوا الكاف لأنه أمس يعني كان كلام كبير كان يقول لك الحكام لماذا ما دخلوش الأرضية الميدان كان كل واحد يقول ولكن الحكام خدموا خدمتهم لأن الحكام أول شي يديروه لما يصلوا للملعب يدخلوا يشوفوا الملعب هل الملعب جاهز هما دخلوا الحكام دخلوا شوفوا الملعب كل شي جاهز الحكام اليوم حتى الرابور ليداروه مثلا الرابور ليداروه في نهاية المطاف اللي راح يسلموا طبعا للكاف هما هم محافظة تعليقات راح يسلموا تقرير تحام للكاف حتى في التقرير تحام ما مش راح يدخلوا روحا في هذه تعالقات لكن شو سين بالأمس رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة كمال حسينة قال أن الحكام منعونا من الدخول إلى الملعب لنستمع إلى ما قالها ثم منعونا يعني كل شي مبني مخدوم يعني مخدوم حكام قال ما تخرج الكباب ما نخرج أنا جيت حضرت روحي ما تخرج الكيرة نخرج الكيرة خرجنا وقفنا أربع ساعدين رفضنا العلام من جزائر رفضناه ونعدنا باللير أنا جزائري الحري هاولي يكون السلام كما سمعت حسين جند كمال حسينة قال أن الحكام ومحافظ اللقاء لم يتركونا ندخل إلى الملعب لكن نحن قلنا سندخل إلى الملعب وكما كان الحال دخل عليه لعبوا اتحاد العاصمة إلى اللعب أنا نظن أنا حسب رأيي أنا نظن بأنه فهم فقط أنا منظرش بالحسينة يقصد هذا الشي لأنهم لا يقدروا يمنعوا اتحاد العاصمة بيش يدخل ملعب هم الحكام قبل بداية المقابلة دخلوا شافوا الأرضية شافوا الملعب مشوا يعني يعني شافوا لليسونس على اللعابين هو بعد في نهاية المطاف الحاكم مش يدير يدير المقابلة لم تجرى بسبب غياب القمصان هذا مش رح يدير في التقرير تاعه مش رح يدخل روحه غلى والقميس وكذا لن يقول بسبب رفض الفريق المغري بالدخول إلى أخير غياب القمصان لأنهما جابوا له القمصان ولكن في الارينيون تيكنيك في الاجتماع التقني يرفضوا باش يلعبوا نعم رفضوا باش يلعبوا في هذه القمصان دونك هو وش يدير هو يدير بسبب غياب القمصان بعد ذلك هو الحكوم ما مش ملزمين باش يدخلوا أرضية الميدان وانتحاد العاصمة ما رأى مش ملزمين باش يدخلوا أرضية الميدان حتى واحد ما رأوا ملزم يعني الفريق البركاني هذا طبعا الموش رح يدخل لأنه ما كاش قمصان ولكن اتحاد العاصمة أنا نظن بأن الحكام ممكن يكونوا قالوا لهم اتحاد العاصمة مكلات تدخلوا يعني ما تكونش مقدوم ربما حسين ما تكونش ربما هذا الرجل الذي يقف خلف الكاف على الرغم من أنه عضو إلا أنه جعل نفسه رئيس الكاف فوزي لا يكون هو من طلب من الحكام ربما هذا الأمر لا يكون صحيحا لا لا ما يقدرش ما يقدرش يطلب منهم لأن الحكام عندهم خدمتهم بينها الحكام عنده الاجتماع التقني عنده يدخل للملعب يروح يفيريفي الأرضية الملعب يفيريفي الليسانس لجوار ومن بعد يدير لابيل يدير لابيل تاعه كي يدير لابيل تاعه ما كاش الأقميسة يدير باللي ما كاش أقميسة هذا وش كاير ما يقدرش يدير حاجة أخرى الحكام ما يقدرش وباش تفرض علي تقوله دير هذي ما يقدرش يخرج من الصلاحية تاعه اليوم نقول لك حتى تصريحات أنا كنوا منطقيين كنوا واقعيين حتى تصريحات تاع المسؤولين تاع الاتحاد العاصمة من المفروم ما تكونش بدك الطريقة اليوم يا أخي كين فريق جاء بدون قبصان احنا المهمة تعنا أرضية الميدان نرد عليكم في أرضية الميدان نرد عليك ولكن جيت تتعدى علي في بلادي ولا ذيك ولا أنا ما نهدرش هذا الأشياء لأنك كين كين إجراءات وكين خطوات يلزم نمشيوا عليهم اليوم التقرير تعال حكا تعال حكام حكام المباراة ومحافظ اللقاء هذو كرحوا يمشوا للكاف أكيد اليوم اتحاد العاصمة الكاف رسلتهم وقالت لهم عندكم هذي واش نقول القضية عن الفريق الخصب يلعب بالأقمصة أنا خطيني أنا مش بهمتاعي اتحاد العاصمة أنا كفريق هذي بين فريق هم الجمارك لأن هذا فريق أجنبي أدخل عند طريق المطار جاب أمور للجمارك حجزتها هذا لا دخل الاتحاد العاصمة هذه إجراءات في كل الدول تقوى في كل الاتحادية الجزائرية مع تحتى الدخل الاتحاد الجزائرية اليوم الإشكال اللي راه راه بين اتحاد العاصمة ونهضة بركان اليوم كان يقول لك زمن الاتحادية ومع الكاف ومع الفيفا الاتحادية لا دخل لها الاتحاد اليوم توقف مع اتحاد العاصمة بينما الإجراءات هذه كلها ستقوم بها اتحاد العاصمة هذه الجزائر هو اللي يقوم بهذه الإجراءات هو اللي يرح عنده صدور قرار كاف طبعا هو اللي رح يطعنه هو اللي رح يمشي للمحكمة التحكم الرياضي هو اللي يتبع كل هذه الإجراءات حسين ما مصير هذه المباراة التي رفض النهضة بركان لعبها هل سيعتبر فوز لاتحاد العاصمة على البيصات في غالب الأحيان سيكون هكذا في حل هي قانونيا قانونيا فريق رفض بشي لعب خسر على البيصات لأن الاتحاد العاصمة تخلو الحكام موجودين كل شيء متوفر كل شيء كاين إلا الفريق الخصم اللي محبش يلعب بداعي أن البيصة مكاش وهما جابوا له البيصة ورفض بش حتى حكام الحكام راهم شافوا هذي يقولوا غدوة بل كاين البيصة جابوا البيصة ورفضوا بش يلعبوا بها يعني كل شيء كل قانون راهوا في صالح اتحاد الجزائر اليوم من المفروض ستعتبر فضيحة إلا ما يتم منح الحق لإتحاد العاصمة أكيد وش هنقوله من بداية الحصة وش هنقوله اليوم إذا كان معطاوش الحق لإتحاد العاصمة في هذه القضية هذه فضيحة الفضيحة اليوم أنا نقول لك الكاف راهي أمام ورطة حقيقية اليوم الكاف تورطت في هذه القضية لأنه نزل لك حاجة اليوم لو نفرضوا بأن الكاف راح تحكم لي صالح لحظة بركان وإتحاد العاصمة يمشوا للطاس ويجيبوا حقهم والحكم في الطاس يكون لي صالح الاتحاد العاصمة راح تكون هزيمة للكاف راح تكون إذلال للكاف لأنها تخذت قرار منح التصريح كانوا يعرفين باللي هذا الشيء اللي رام يدلوا فيه غير قانوني إذا الغدوة لو الاتحاد العاصمة يمشوا للطاس ويأخذوا حقهم ويأخذوا حقهم هذه هزيمة مذلة للكاف وبالتالي نقول لك اليوم الكاف وضعوا نفسهم في ورطة حقيقية ستثبت يعني تورطها وتثبت يعني عدم شرعيتها وأحقيتها أكيد أكيد اليوم الكاف يا قلناها مرارا وتكرارا اليوم الكاف أصبحت مختطفة من قبل هذا الناس هذا الانتهازيين اللي يحبوا يقضي ومقاربهم على ظهر الكاف وللأسف كما قلت لك على ممثل ليبيا كان بزاف اللي يشبهون ممثل ليبيا كان بزاف اللي كما هو المهم راه عضو في الكاف وركم شفته مؤخرا كان عضو آخر سليمان وابيري اللي راه موقفوه في الدولة انتاعه في جيبوتي رئيس الدولة شخصيا اللي يوقفوه وممكن جدا رح يدخل السجن لأنه القاوة متورط في قضايا فساد كبيرة يعني تشوف الناس اللي راههم في هذه الهيئة اليوم تشوف في تونس مثلا عضو آخر وديع الجري اللي راهوا في السجن يعني تشوف الناس هذو ما كل من دخل إلى الكاف فاسد أصبح من الفاسدين تشوف مرانيش حين اللي نقوله كل شي راهوا باين اللي وديع الجري في بلده وفي السجن سليمان وابيري في جيبوتي رايح نفس الطريق وكائن عدة يعني أعضاء اللي رايح في نفس الاتجاه اليوم تفهم علاش الكاف تسير من قبل الناس اللي كما قلتني تفي بيئة الحصار كيش ما رأوا حاكم على موت سيكو هو حاكم عليهم كاملين اليوم بالدليل هاك تشوف في الراههم الناس هذا الأعضاء هذو ما يراهم في السجون بالدليل إذن اليوم تقول لي لا لا نفض حك نفض حك اليوم مشي معايا وش أقولك ما كان لا قانون لوانو اليوم يقول لهم كديروا الاجتماع انسوا باللي كان قوانين اليوم يزن تحكم حسين ما الذي سيحدث في مباراة الاياب هل ستلعب ألن يكون خطر على اتحاد العاصمة بالتنقل إلى المغرب شوف هي من اليوم من المفروض الاتحاد الجزائري يراصل الكاف ويراصل كل الهيئات نعم ويضحم أمام الأمر الواقع فريق راهو جاي عندكم ما يلزمش يثمس هذو الفريق وما يقدروش يتبسوه هذو الفريق لأنه هنت به أمور أخرى تخرج على النتاق الرياضي لأنه هذو الفريق NO ليعمق لي أن يكن تحكم له رائح باش يلعب كره القدم يلحقوا فهذا باش يلعب كره القدم يلحقوا عندهم فندقالتيهم عندهم عندهم الملعب وين يلعبوا عندهم النقل التاحهم وما يلقى الون نقل التاحهم موجد يعني كل شيء اليوم منا مش هلح يديروا حرب ولا معركة ما يشعرفها راح ينبون مقابلة في كورتق عدم أنا شوف بأنه ما يقدروا يديرونهم حتى شيء حسين ما هي السيناريوهات ربما المتوقعة بعد كل ما حدث هل ستؤجل المباراة هذه المباراة في حال عدم منح الحق لاتحاد العاصمة هل سيعتبر نظر بركان خاسر ما هي السيناريوهات التي ربما تدور في عقلك وتراها أنها ستحدث هذا هذا السؤال يوجه الاتحاد الجزائر لأنه الفريق تعتحى الجزائر من المفروض اليوم يطالبوا بتأجيل لقاء العودة حتى الفصل في في لقاء الذهب لأنه اليوم كانت اجتماعات استعجالية ماراتونية راح تكون اجتماع مو اجتماعي يعني يصدر قرار ترسله عندك وقت باش تدير الطعن الطعن ستنطاس يعني حتى الطعس يزم يكون اجتماعي استعجالي باش يخذوا قرار هذا الأمور كامل هل هذه الاجتماعات وهذه القرارات وهذه الطعون هل رايحة مثلاً تتم قبل تاريخ مقابلة العودة في هذه الحالة من المفروض اتحاد العاصمة من المفروض اتحاد الجزائر أنا أسمي اتحاد الجزائر أنا ويجمع الجزائر نعم من المفروض فريق اتحاد الجزائر يقدم طلب للكاف بتأجيل لقاء العودة حتى البث نهائياً في ما حدث في لقاء الذهاب حسين الحجة الآن واقعة على فريق نهضة بركان واقعة أيضاً على السلطات المغربية لأن السلطات الجزائرية عندما أتى نهضة بركان استقبلوه بالورود استقبلوه أحسن استقبال يعني وفروا لهم المكان وفروا لهم مكان التدريب وفروا لهم يعني كل سبل الرحى حتى أنه لما جوا في وقت الجمعة خلوهم صلوا الجمعة أعطي جابوا لهم صندويتشات بشي يأكلوا يعني كل الظروف الممكنة التي يعني تتوفر في سلطات تستقبل فريق وفرتها الجزائر كيف تعتقد أن السلطات المغربية سستقبل اتحاد العاصمة هناك في المغرب شوف أنا بالمناسبة يعني هناك رجعتني اليوم اللي وصل فيه هذا الفريق للجزائر لأننا كنت نتبع في الوشكان تهذر الصحافة المغربية وكانوا يقولوا بأن فريق نهضة بركان رو محتجز في مطار هو ريبو مديين وهو مكان لا محتجز ولا شيء يعني كانوا يضخموا في الأمور فقط فريق نهضة بركان كيما راكت تقول لما نزلوا في المطار خرجوا في آي بي واستقبلوهم بالورود ومشوا مباشرة من الطائرة للحافلة صعدوا في الحافلة باش الحافلة تمشي بيهم للفندو وإذا بيهم قالوا لهم بأن الألبسان تحكم راهم حدزوها الجمارك هنا بدأت تشويش بدأت المكالمات الهاتفية وربح حدزونا ذيك قالهم عاودوا ولو دخلوا للمطار عاودوا ولو دخلوا للمطار وقالوا ما نخرجوش من المطار حتى ندون الألبسات تعنا وفي نهاية المطاف ما تقدرش تفرض رأيك لأنه كما قلت لك الجمارك رايت خدم خدمتها الجمارك مشي الاتحاد الجزائري ولا الجامعة الملكية المغربية ولا فريق اتحاد العاصمة ولا نهضة بركان جمارك تمثل الدولة تمثل الدولة الجزائرية مش انت اللي تورينه كيفاش يخدم خدمتو نعطيك مثال لقاء اتحاد العاصمة في الربع النهائي كان كل المقابلات لعبت بتقنية الفار احنا الفار كان وصل للميناء وهران كان وصل ابقاه حوالي ثث يام ولا خمس يام هو في الميناء لماذا؟ والمقابلات لعبت بدون تقنية الفار لماذا؟ لان الجمارك في ميناء وهران خدموا خدمتهم عطيني الوثيقة الفلانية انا ما تقول ليش التليفون ورام قانون يخرج واغصب المقابلة هذا الشيء ما تقول ليش عليه عطيني الوثيقة الفلانية لانهم يلا تذكروا مقبل صرات هذه المشكلة تعالفار وان كانت الناس كام مشان مشانت التحقيق وكان يفقدوا مناصبهم وكانوا بذا اليوم الجمارك تعالوهران خدموا خدمتهم اعطيني الوثيقة الفلانية باش اخرج لك كلها وهذا المعنى في كل الدول اعطيني الوثيقة الفلانية زيدني الوثيقة الفلانية زيد الموثيقة نهار بقى ثيام وخمس أيام الجهاز في ميناء وهران وانت باش تمنت كل الإجراءات وقدمت كل الوثائق نهار المقابلة راح تلعب العاشرة ليلا سدس مساء سدس مساء يعني اربع ساعات قبل ما تنطلق المقابلة باش بدونهم الجهاز روح تده تلحق انطلقت المقابلة على خمسة جولية والجهاز ما زال محقش العاصمة الجمارك خدمت خدمتها إذن نفس الشي في هذه الحالة في هذه الحالة الجمارك في مطار هواري بومدين خدمت خدمتها لكم تقول لي شرام محتاج زين ورام عني يا أخواني يشد اللي بس أنت من يشدك أنت يا الفندق راه وينتظر فيك كل شي رامت وفرد ملعب وينت تدرب كل شي روح للفندق وروح تلعب باش انت تجي تدير عليها كما يقولوا الذرع وتقول لي يعطي لي اللبسة باش نغادر المطار ما تقدرش تديرها والدليل أنهم قاعدوا ساعات وساعاته ما في المطار وفي نهاية المطاف معليهم غير تطاول حفيلة ومشاول الفندق حسين عندما ترى نخرج فقط قليلا ليس خرج عن الموضوع ولكن عندما ترى اللحمة التي شاهدناها بين الأندية الجزائرية بين الأنصار يعني البيانات المساندة لإتحاد الجزائر كانت لا تعد ولا تحصى أندية القسم الأول أندية القسم الثاني الجهوية ما بين الرابطات يعني كل الأندية أكدت دحمها لإتحاد العاصمة ما يعني أننا مهما تنافرنا بيننا مهما حدثت بيننا مشاكل إلا أن السيادة الجزائرية فوق كل اعتبار إلا أن عندما يلعب فريقنا أمام الغريب نحن مع فريقنا على الغريب شفناها من قبل شفناها من قبل فرق الجزائرية لما توصل للنهائي كأس فريقيا مثلا نهائي نصف نهائي وكانت تلعب في منعب خمسة جويلية مثلا من قبل مولودة الجزائر شبيبة القبائل وفاق سطيف كنا نشوفوا يعني ذاك الاتحاد بين الجزائريين مستحيل ينسونا الانتماءات ينسونا كل شيء مستحيل تقول للأنصار اللي كانوا البارح في منعب خمسة جويلية كلهم أنصار اتحاد العاصمة مستحيل كانوا أنصار تح كل الفرق جوموا كل مكان إلا تتذكروا وفاق سطيفل يعني يلعبوا في البوليدة يعني كيفاش كانوا أنا شفت الأنصار تحاد الاتحاد البوليدة كيفاش كانوا يشريوا يعني القماش الأسود والأبيض ويمشوا عند الخياطين ويخيطوا في بندرول باش يديروا في ملعب مصطفى تشاكر يعني تشوف نعرفهم يعني أنصار اتحاد البوليدة كانوا يخدموا في هذه الخدمة كيف يديروها أنصار آخرين أنصار تح فرق أخرى نفس الشي على هذا كان نتذكر يعني مثلا شبيبة القبائل أيضا لما كانت لعب النهائية تعكس فرق اللي لعبتهم لعبتهم تقريبا كلهم في ملعب خمسة جويلية باستثناء النهائية النهائية اللي لعبتهم في 1981 مع فيتا كلوب في تيزيوزو أما الباقية النهائية اللي لعبتهم لعبتهم كلهم في ملعب خمسة جويلية ويمكننا نشوفه الأنصار تح الفرق اللي كانوا يجيوا تح شباب الوزداد تح اتحاد الجزائر المولودية يعني كلهم رائد القبة الحراش كلهم كانوا يجون ينصروا شبيبة القبائل على قلب رجلين واحد في هذا هذه هي قوة النقطة القوة يعني تح الجزائر أرادوا إحداث البلبلة فتفاجأوا تفاجأوا لأننا قلت لك بأنهم قدموا لنا خدمة باش نعودوا نتحدوا من جزائر جمعوا الجزائر مع بعضها حسين نشاهد بركة فقط بعض الفيديوهات للاعب اتحاد العاصمة وهم يحتفلون مع أنصارهم بعد عدم دخول للاعب نهضة بركة إلى الملعب نشاهد هذه المشاهد الرائعة التي تنم يعني عن انتماء كبير لللاعبين ولجماهيرهم حسين ما رأيك في هذه المشاهد والصور الرائعة التي صنعها جماهير اتحاد العاصمة مع لعب فريقهم وهم يتوشحون العالم الجزائي والله يشوف أنصار اتحاد العاصمة أنصار معروفين يعني بالوقوف تحهم مع فريقهم معروفين بالأهزيج بالأغاني تحهم جمهور يعني رياضي بيئة تم معنى الكريمة يعني جمهور اتحاد العاصمة ما تشوفهم شي مثلا يكسروا كراسي يعني هذه هذه تحية لهم يعني تحية خاصة لهم نعرفهم حتى في مقابلات مقبل يعني في مقابلات سواء في البطولة أو مقابلات قرية شوفوا اتحاد العاصمة يعني يضرب بهم المثل جمهور راقي يعني صراحة جمهور متخلق جمهور مربي ما أدمش الله يعني الأهزيج هذه اللي يتيفوا اللي يديروهم كل شي رائع فما بالك يعني في المقابلات هذه اليوم يعني نشوفوا بأن اعتراف اللاعبين بالجميل تح هذا الجمهور ونزيدك حاجة يعني المقابلات الناس كلها كانت تستنى في كلاسيكو الريال مع البرصة واللي تلعب في نفس التوقيت أنت عموا قابلات اتحاد العاصمة مع نهضة البركة ولكن الناس يعني نعرفوهم كلهم يشجعوا البارصة والريال ولكن فضلوا اتحاد العاصمة وفضلوا الذهاب لملعب خمسة جوليا يعني اللاعبين اليوم لابدان يردوا الجميل لهذا الجمهور ويحتفلوا معهم حسين لدي سؤال فقط عندما ترى تلك المشاهد الرائعة للجماهير وذلك الحضورة الكبيرة فاقة ربما ستين ألف متفرج يعني كيف كنت كيف كانت لتكون المباراة لو لعبت في وسط تلك الأجواء ونعي كانت تذكر مقابلة جميلة للأسف يعني شيء هذا اللي قام به هذا الرئيس الجميع الملكية المغربية الكورت القادم والله شيء نتأسف ضيعت لنا متعة كبيرة طبعا يعني ضيعت لنا متعة وهذا الشيء يحدث غير في إفريقيا انت شفت مثلا في أوروبا يحدث هذا الشيء في نصف نهائي مثلا كأس الاتحاد الأوروبي أو رابطة أبطال أوروبا أو في أمريكا الجنوبية أو في آسيا هل شفت أنت هذا لهذا الشيء يحدث أبدا عمره ما يحدث هذا الشيء غير إحنا عندنا في إفريقيا يعني هذا وش حدث يعني هذا شيء من التخلف لأن الكاف كهيئة بالناس اللي راهم فيها من المفروض حتى وتحدث إزمة هي اللي تدخل باش تسوي الوضعية وتخلي اللقاء هذا يلعب ولكن للأسف أنا متأكد بل الفريقين يعني حتى نهضة بركانة كانوا ماذا بيهم يلعبوا تحاد العاصمة ماذا بيهم يلعبوا ولكن اللي عقد الأمور وخلها توصل لهذا التعفون هذا هو هاري معروفة الكاف فوجي فوجي نقل الكاف الانتحاد الأفريقي لكورة القدم هو اللي وصلنا حسين قبل أن أختم ما مصير المنتخب الوطني في كان 2025 لم يبقى لم يبقى الكثير على 2025 بضعة أشهر كيف سيكون مصيره هناك شوف أنا نقول لك حاجة كنا تحدثت لك وقلت لك على اختيار البلد اللي نظمك أسفريقيا للأمم بالمناسبة لك يعطيتني فرصة باش نبهك كل شي تعرف اللي إحنا واجدين باش ننظموك أسفريقيا للأمم 2025 معطاوهناش المغرب مرمش واجدين وليوم رام يلقوا في الأعذار باش تتأجل باش ما تتلعبش 2025 هل هذه هي أعذار من أجل لا هم رام يلقوا في الأعذار اليوم رام يجيبوا في الأعذار باش ما يلعبوهاش رام يقولوا جاثلنا مع كاس العالم التاع الأندية نستنوه حتى تخلص كاس العالم الأندية وما بيومش هذيك ما رامش واجدين باش يلعبو كاس باش ينظموك أسفريقيا للأمم في التاريخ المحدد نتاحها ما رامش واجدين احنا بالنسبة لنا احنا الجزائر ونحن نعبوه التصفيات عادي جدا وتأهلوا ان شاء الله نتأهلوا عادي جدا يعني ماش كاس فريقيا لما كانوا يتأهلوا ثمان منتخبات كنا في كل دورة حاضرين فما باك اليوم 24 منتخب احنا نتأهلوا عادي احنا بالنسبة لنا راحين للمغرب باش نلعبوا كاس أفريقيا راح نلعبوا اللعبة اليوم اذا كانت مشاكل ولا وقدرين احنا ينسحبوا عادي جدا وحتى الجماهير تاعنا راح تقول لك نسحبوا وما تلعبوهاش هذا الكأس خلاص ومبعد اللي ما لعبناهاش احنا شكو الخاسر احنا خاسرين هم اللي خاسرين الكافر الخاسر والبلد المنظم هو الخاسر والجمهور الافريقي هو اللي خاسر واحنا يعادي جدا وتتشوى صورتهم اكثر تتشوى صورتهم اكثر في الظل هذه الافعال طبعا 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 لاني نقول لك هذه الكونفيدر الأفريقية يعني تصرفات على هذه المسؤولين هذو الشان لعبة الشان كان مجموعة فيها ربعة ومجموعة فيها تذفيرها اسكو هذه شي منطقي. دي جهنة وزيد هذه المقابلة يعني واسرى فيها والمقابلة اللي قبل هذه والتحكيم وضربه وحاكم. يعني كل مرة يسرى هذا الأمور. شكو المسؤول? المسؤولية الكاف. وبالتالي هي اللي راح تتحمل المسؤولية تع كل ما حدث وكل ما راح يحدث في المستقبل. شكرا لك حسين على هذه التحليلات. مشاهدين الكرام. اذا ممكن. اذا ممكن فقط. اذا ممكن تحنيئة فقط. تفضل. انهاني والفرق اللي صعدت. فريق اتحاد الشوية. اللي صعدوا. فريق العريق. نعم فريق شباب جيجل. ايضا اللي يصعدوا. وشكون الفريق الثالث. فريق الأبيار. الأبيار ايضا اللي يصعدوا. يعني هذا الفرق انهانيهم. وتبقى في الغربي يعني الفريق اللي راح يصعد ثاني. نقول لهم انشاءالله انهانيهم مسبقا. مانا اشع enamعم بير مريد تسعيدة وكرمة. انشاءالله الفريق اللي يصعد منهم انهانيهم مسبقا. نتمنى لهم التوفيق الس 허팝 القادم في القسم الوطني الثاني. شكرا لك حسين شكرا لنا على هذا التحليل كما أسلفت الذكر مشاهدين الكرام وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم قبل أن أختم أرجو منكم الدعاء للوالد شفاه الله وعفافه ومتعب قليلا شكرا لكم على حضوركم معنا في هذه الحلقة دمتم في أمان الله وحدي السلام عليكم الطبق فنون وسرنا ماراتون احذروا التقليد قدم لكم هذا البرنامج برعاية